بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سنة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين براحب بيكو في محاضرة جديدة من محاضرات الانالوج sb design في الكتشر تمامية كان أول تعامل مع الـ Frequency Response كانت محاضرة Frequency Response 1 وفيه آخرنا الـ Fundamentals اللي إحنا بنستعمالها عشان نبقى نعمل Frequency Response لـ Circuit's بتاعتنا فعرفنا ريفيو على البودي بلوتس والopen circuit and constant technique والshort circuit and constant technique وازاي ان احنا ناسوشياتي النودز مع البولز ان كل النود بيقى معها بول ومعها زيرو كمان في الحقيقة ازاي نحسب البولز والزيروز by inspection وكمان عرفنا طبعا ميلرز ثيروم وازاي نطبقها عشان الفلوتن كاباستورز نحولها الى كاباستورز to ground هايزين بقى واحنا معانا كل الناولج دي نبدأ بقى نستعملها عشان نعمل analysis للfrequency response بتاعت الامبريفاير circuits بتاعتنا طيب الoutline بتاعت الليكشور بتاعتنا الاول هنعمل recapping كده على اهم الكي ريزلز اللي فاتت وبعد كده بقى نبدأ نتعامل مع الامبريفاير stages اللي احنا خدناها مع بعض هنكلم على common source amplifier على common gate amplifier على cascode amplifier وهو زي ما احنا عارفين عبارة عن common source مع common gate وهنكلم على الكماندرين amplifier في كل واحد من دول بقى نبدأ نتعامل مع الfrequency response بتاعته وزي ما قلنا باستعمال الconcept اللي احنا خدناها في محاضرة frequency response 1 طبعا نبدأ الاول باول جزء اللي هو جزء recapping طبعا فيه ناس ممكن تزهق من جزء recapping ده اللي هو almost بتكرر كل محاضرة لكن في الحقيقة الbasics اللي في الجزء بتاعة recapping ده لو انت فيه حاجة منها ولو صغيرة واقعة منك وعمرك ما احتعرف تكمل بعد كده في اي lecture من ال lectures بالعكس بقى لو انت ال basic concepts دي عملت لها mastering صح بطريقة سريمة واتقنتها هتلاقي بعد كده ان شاء الله كل حاجة بنسبالك سهلة وهتلاقي ان كل انا ناس سناحة بنعمله بعد كده ده straightforward مش محتاج اي موجود وبتعمله بدون اي صعوبة طيب تعالوا نفتكر كده ال basics دي احنا المصفت بتاعنا زي ما احنا عارفين بنحب نشغله كvoltage controlled current source ده معنا ان المصفت تشتغل في saturation معناها ان المصفت بتاعي يكون current بتاعه ما بيعتمدش على VDS يكون بيعتمد على VGS بالنسبة لل long channel MOSFET احنا بنقول ان ال condition ده بيحصل امتا؟ بيحصل لما يكون المصفت بتاعي pinched off خد بالك ان كلمة saturation هي more general عن موضوع pinch off يعني احنا عندنا مثلا velocity saturation زي ما ممكن ما قولنا قبل كده عندنا في الحقيقة حتى المصفت في ال substratial زي ما هناخد برضو ممكن يشتغل في saturation يعني ممكن يبقى current بتاعه independent عن VDS حتى لو هو في substratial اللي احنا بنسميها off دلوقتي لا ده ممكن يشتغل وقتها في saturation فكلمة saturation معناها ان current بتاعي في الحقيقة بيعتمد على VGS مش بيعتمد على VDS اللي هي فكرة voltage controlled current source بالنسبة لل long channel MOSFET بقى الموضل اللي احنا بنستعمله يعني commonly في ال analog design بنقول ان saturation equivalent ان يحصل pinch off لما يحصل pinch off ده معناه ايه؟ معناه ان ال channel بتتخنق عند الدرين فبالتالي فرق الجهد ما بين gate والدرين ال VGD بيكون اصغر من V threshold طبعا احنا بنفترض ان VGS اكبر من V threshold ده ال condition عشان يحصل اصلا وده ال condition عشان يحصل pinch off لو عملت KVL ادركت بcondition ده بتاع pinch off بالشكل ده ان VDS يكون اكبر من V overdrive والنوقتها بقى ان Pinch off point دي باي definition بيكون الفلت بتاعها بيساوي V overdrive فبالتالي current بتاعي بيساتي وعملنا derivation بقى لل square low اللي شهير اللي بيقولك العلاقة ما بين ال I drain وبين overdrive voltage او VGS طبعا ال V overdrive دي اللي هي مقدار VGS اللي زيادة عن الآن اللي زيادة عن V threshold او بما الاخر VGS minus V threshold واخدنا مع بعض حاجة اسمها body effect وانا body effect لما يكون source بتاعك floating لما يكون source ما هوش connected لل ground فبالتالي بيكون عندك VSP فرق جهد بين source وال body طبعا ال body diamond حيكون وصل بال ground فرق الجهد ده بيعمل ايه كل لما بيزيد كل لما بيزود ال V threshold بتاعك وبالتالي بياثر برضو على ايه بياثر على current لما V threshold بيتغير ال V overdrive حييتغير وبالتالي current بتاعك حييتغاية دي سيمبلز بتاعت ال NMOS وال PMOS طبعا مش محتاج تحفظ اي حاجة كل حاجة ماشية مع تجاه السهم ما تقعدش تحبط نفسك بالاشارات ال VGS مع تجاه السهم و ال VDS مع تجاه السهم هنا نفسي الحكاية ال VGS مع تجاه السهم و ال VDS مع تجاه السهم انا عايز يحصل pinch off عند الدرين فهي بقى condition ده عكس condition ده انا هنا عايز عند البابلنجيت وال source يكون فيه channel فحطت هنا condition هنا بحط عكسه بالظبط نفسي الحكاية برضو هنا ها انا حطت هنا condition ان يكون فيه channel ان يكون الفولت ده اقبل من ال threshold voltage طبعا انا اخذ ديه absolute عشان برضو ان انا اتخلص بموضوع الاشارات والاخباطة بتاعتها فعلمة الاكبر من هنا تحولت الى علامة اصغر من هنا ها وخذنا مع بعض برضو طبعا ال regions of operation بتاعت المصفت زي ما انتفقنا انت عندك الفولت اللي هو الاولاني اللي هو VGS ده اللي بيحدد انت on ولا off بعد كده الفولت التاني اللي هو VDS ده اللي هيحدد انت triode ولا saturation فاول حاجة VGS اكبر من V threshold ده اللي هيقولك ان انت on لو انت اصغر من V threshold ساعتها بنشتعل بقى في subs threshold region اللي احنا حاليا بنتجعلها completely off الفرق بقى من ال troide وال saturation ان في ال troide ال current بتاعي بيتمد على VDS ان ال channel لسه محصل لهاش pinch off او لسه مدخلطش في saturation mode pinch off وال saturation زي ما اقولنا احنا بالنسبة long channel device هما الاتنين هيكونوا equivalent للبعض وان كان زي ما انا saturation كنسبت اعام من موضوع pinch off فده condition بتاعي اهو ان ال channel تختفي عند الدرين او ان ال VDS يكون اكبر من V overdrive ساعتها ideally مش هيكون عندي dependence على VDS هيكون ال dependence بس على VGS اللي هي علاقة voltage controlled current source طبعا نحتيجة ان ال current source ده مواش ideal حيكون عندي small dependence على VDS و زي ما قلنا بنعبر عن dependence ده بالبرامتر اللي اسمه رامدة اللي هو channel length modulation coefficient وبعد كده روحنا بقى ده كده large signal model اللي احنا بقى جبنا small signal model small signal model زي ما انتو عارفين بنعمل linearization around operating point فاهم برامتر عندي هو trans conductance اللي هو بيحكم لك relation ما بين current والفولت بتوع voltage controlled current source current source بتاعي بيطلع لك current I drain بتحكم فيه عن طريق VGS Partial I drain Partial VGS هو ده اللي هيديك trans conductance trans conductance بتحكم لك change في I drain لما يحصل change في VGS وانا ما بعد بقى trans conductance دي لها three equations ان انا بفاضل بعد كده ارجع substitute بمواعدة current تاني استعمل انهي equation فيهم وانا على حسب البرامتر اللي بيباري عندك والبرامتر اللي سابت انت عندك three parameters في الحقيقة عندك W over L ده او البرامتر V over drive تاني parameter والI drain ده تالت ايه ده تالت parameter لو عايز اعرف علاقة ما بين الGM مثلا واي parameter منهم لازم نثبت البرامتر التاني اللي موجود في الائكوشن فبين الGM والV over drive يباري لازم نثبت ال W over L بين الGM والV over drive هنا هو يباري لازم نثبت ال I drain عشان كده تلاقي هنا العلاقة طردية عشان W over L سابتة وهنا العلاقة عكسية مع ال V over drive عشان I drain هي ال L سابتة نتيجة ال body effect بقى قلت ان بيكون عندي body trans conductance بتظهر لك current source هنا parallel مع current source الرئيسي طبعا current source الرئيسي اللي هو الGM VGS هو دا كده ها وبيكون ال body trans conductance دي بتبقى fraction من ال A ال main trans conductance رفلي كده from 10% to 25% زي وانا بقى نتيجة لانه current source ده مواش ideal بالموضى اللي كان عمده عن طريقة output resistance اللي هي ال R node او ال RDS او ال one over GDS يعني هتلاقيها في simulations بتكتب لك GDS طبعا GDS ده مقلوب ال A مقلوب ال R node بتساوي ايه؟ بتساوي early voltage على early voltage اللي هو مقلوب اللامدة اللي هي وانا مع بعض قبل كده بقى ان early voltage في الحقيقة ده مهواش constant اللي بيعتمد على channel length بتاع ال device كل ما بيكبر channel length بيكون ال effect بتاعت channel length modulation less severe او ايه في الحقيقة dream dependence بيكون less severe فبالتالي كل ما early voltage بيكبر طبعا لما early voltage يكبر معناها R node اكبر معناها ان current source بتاعي ده هيبقى more ideal طبعا R node بتساوي infinity العكس طبعا ان اللامدة هتكون inverse مع ال L ان اللامدة هي ال inverse بتاع early voltage في حالة كمان بتأثر في early voltage اللي هو كل ما بيكبر كل ما early voltage بيزيد ده معناه ايه؟ معناه ان انا ما بيدرايف الترانزيستور بتاعي deeper into saturation ده بيكبر ده بيكبر R node فبتقل ال L voltage بتاعي بيزيد وشارعناها بل كده بقى ان اللي سلوب بتاع current بتاعك بيقل كل ما ترانزيستور deeper into saturation طبعا الموضل ده هو high frequency small signal model اللي يبقل على high frequency ان انا مدخن معي بقى اللي ايه اللي احنا خدناها في المحاضرة اللي فاتت الcapacitors دي عندي في الحقيقة ما بين كل two terminals من الترمنالز بتاع المصفت فعندي ما بين ال gate وال bulk capacitance ما بين ال gate وال source ما بين ال source وال bulk ما بين ال gate وال drain الا بستثناء two terminals بس هما اللي ما عنديش ما بينهم capacitors ايه هما two terminals دول اللي ما عنديش ما بينهم capacitors اعمل كده pause وفكر المدد دي طبعا الاجابة two nodes اللي مفيش ما بينهم capacitors هناраж او ده في الحقيقة بيقرنا بقى ان المصف اللي يعمل isolation ما بين الا مبين وعندي السورس وال drain اعمت بالشكل ده مافيش برازيت المدد من الخاصة ال cap einer طبعا دي مش موجودة كده مافيش حاجة اسمها انا عندي ما بين موجودة اهي وعندي ما بين موجودة لكن ما فيش ما بين فده بيقولك ان المصفلت ممكن يعمل من الاتنين طبعا الكلام ده مش هيكون فالد بقى لو عملت ايه لو عملت حاجة معينة بقى عملت ايه لو انت قلت مسلا انا عايز ارغي البي افكت وقلت انا عايز اوسع الاسورس بالبدي اهو لو انا جيت كده هوا مسلا قلت انا عايز ارغي البدي افكت في الثرانزستور ده وانتم وصل السورس بتاعي بالبدي بتاعي هل فالكيس دي مجيس برضو مش هيكن في كافاستنس مبين السورس و الدرين برضو اعمل بوز ارغب حاجة Haha طبعا لو عمل باضي بالسورس في الحالة دي اي مقا يكون في كافاستنس في الحقيقية ما بين الدرين و السورس ليه لان انا عارف ان انا عندي عون، الريدي كافاستنس ما بين الدرين وال بادي اهان عادي كافاستنس مبين الدرين وال البادي بالشكل influences capacity drain body زي و لما وصل بادي بسورセ يبقى انا كده وصلت يبقى انا كده في الحقيقة وصلت مبين ال deep بالسورس طبعا في بعض ال applications دي بتكون مدمرة جدا فبالتالي مما ادارش ان انا في الحقيقة اوصل في كل ال احيان طبعا ده زي ما قلنا ده هو CGS وو ده زي ما قلنا هو ال A و ده زي ما قلنا هو CGD بطريقة لازم تكون منتبه للموضوع ده امتى قدر اوصل السورس ببادي and اذا انت مقدرش هوصل السورس بالبادي وانا من عيوب ان انا هوصل السورس بالبادي ان انا حيبقى عندي فيه كاباستنس في الحقيقة او ساعتها ما بين الايه ما بين الدرين والسورس فمش هقدر اعمل complete isolation ما بين السورس والدرين بتوع الموسفت خالنا مع بعض برضو في محاضرة الكاباستنس بقى ان انا لما بيكون فيها عندي تشانل فده بيخالي الجيت مش شايفة البادي تقريبا فده بيقلل قوي الجيت توبادي كاباستنس ونتيجا ان اليتشانل بتكون pin showed offفعند الدرين فبالتالي بتكون الكاباستنس اللي تحت متوصلة في الحقيقة الكاباستنس المعه المعه التشانل اللي هي ما بين الجيت واليتشانل متوصلة بالسورس وشان كده بتكون السي جي اس اكبر بكتير من السي جي دي وبرضه الكاباستنس اللي تحت التشانل اللي هي��게요 بتكون وصلى بالسورس فبالتالي برضو دع بيخلي السي سورس بادي اكبر من السي wide drain وطبعا التفاصيل دي احنا قلناها في المحاضرة بتاعة Frequency Response 1 خلنا مع بعض برضو R-In R-Out Shortcuts وانا ان الجد بعد المصفت بتكون في الهيئة Inferent Impedance بسخد بالك بقى الكلام ده عند Low Frequency وانا عارف مع بعض طبعا نتيجة ان فيه Capacitors ان عند High Frequency ال Impedance ماشي انترنت ولا حاجة وانا عنا ندرين High Impedance Node وقدر استعمل ال Shortcut ده وان są Nigra Environment Node وقدر استعمل Agreement علشان اساهل الاناليسس بتاعي واستعملنا ده اللي خلانا نستعمله بقى في الكاس كود زي ما PorM hell بقى بيشتغل كفولتش بفر بيكبر الكارنت بس طبعا يكونوا ان هو بيعمل فانا اقدر ان انا استعمله بقى عشان اقل اللودنج افكت على الامبيفير بتاعي يعني استعمله كاوتبوت ستيتش بنسميه سورس فولور زي ما قلنا نتيجة ان السورس تيربنال اللي هي ال في اوت تيربنال بتفولو الامبوت تيربنال اللي هي الامبوت بتاعي طبعا معنى ان الجين يبقى قريب من الواحد معناها ان ال في اوت رفلي بيساوي ال في اين طبعا كي ايسي فالي ولكن هيكون فيه بيسي شيفت نتيجة لل اين نتيجة لل في جي اس زي ما قلنا مع بعض قبل كده ويب كده ممكن خلصنا المراجعة بتاعتنا ان شاء الله بقى في الجزء جاي من المحاضرة هناخد يمكن اطول واصعب جزء في المحاضرة اللي هو الفريقونسي ريسبونسي بتاع الكمان سورس امبريفائر بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته